ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الكاتب والمحلل السياسية سيد نجم القصة أهلا ومرحبا بك معنا سيد نجم سأبدأ معك مباشرة بالرسائل والدلالة السياسية لهذا التفجير ما وراءها سيد نجم مباشرة يعني هذا التفجير فيه رسائل كثيرة ومتعددة منها داخلية ومنها خارجية لكن ينبغي علينا أن نعرف من هو مسؤول على حماية الناس والمواطن في مدينة بغداد الكل تعتقد بأن وزير الداخلية السيد أثمان الغانمي أو وزارة الداخلية هي مسؤولة عن حماية المواطن لكن الكل يعلم بأن قيادة عمليات بغداد هي التي المسؤولة والمخولة بتحريك القطاعات والسيطرات ولا ليس هناك أي صلاحيات لوزير الداخلية إذن يتوجب على القائد العام لقوات المسلحة استبدال قائد عمليات بغداد وكذلك وكيل الاستخبارات للداخلية لأن أين كانت في الفترة الماضية وينبغي علينا أن نعرف بأن وزير الداخلية ليس لديه صلاحية الأمر الآخر هذه الدلالات والرسائل أولا مكان الحادث فيه رمزية لكل الشعب العراقي بما أعطت هذه الأماكن أو هذه الساحة من شهداء اثناء الاحتجاجات والتظاهرات عام 2019 في حكومة عادل عبد المهدي إذن المكان فيه دلالة تاريخية ورمزية لكل العراقيين وأرسلت رسالة حب ووعام للعراق بكيف كانت تظاهرات سلمية من قبل الشباب طيلة المدة الماضية الرسالة الأخرى بأن داعش كان وما زال يمتلك النفوذ والوجود والتمدد والتجدد في المدن العراقية عندما يصل إلى سنتر بغداد وساحة الطيران القريبة من المنطقة الخضراء والقريبة من السلطات التشريعية والتنفيذية هذا دليل بأن داعش يستطيع الدخول حتى إلى مقرات الرئاسات الثلاث الرسالة الأخرى دعني نقشك في هذه النقطة سمحت لي سيد نجم فقط نتوقف عن وجود داعش بحسب أيضا تصريحات وزير الخارجية العراقي للمواقع الإلكترونية وأيضا القنوات بأن داعش ما زال موجودا وهو يتحرك بحرية داخل المدن العراقية كما ذكرت ولكن كانت هناك فترة من الهدوء سابقة نتحدث عنها لم تحدث أي حوادث مثل هذا الحادث وهذا التفجير الإرهابي لماذا ينتظر داعش كل هذه الفترة وينقض اليوم على العاصمة بغداد ويقوم بهذا التفجير الإرهابي خلال فترة الهدوء السابقة إذا كان هو يستطيع الوصول في الفترة الماضية يعني أولا التفجيرات تحدث حتى في لندن وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كل دول العالم خصوصا العواصم التي تمتلك المعلومات التقنية الحديثة الأمر الآخر داعش ليس بقوة ما كان في 2014 عندما كان يحتل أراضي ومدن وكثير ما حصل وما وصل في 2014 الآن هو يعتمد على العمليات الانغماسية الانفرادية هنا وهناك لكن تكون عمليات نوعية إذن ينبغي علينا أن نواجه داعش بالجهد الاستخباراتي أي دعم الاستخبارات بالمال حتى تستطيع الوصول إلى مصادر والأمر الثاني نواجه داعش بالفكر اليوم قضينا على داعش لكن ما قضينا على فكر داعش وعلى تجنيد بعض المقاتلين من كل دول العالم إذن حتى العملية التي حدثت اليوم في بغداد البعض يتهم جهات أو دول جهات سياسية أو دول أنا أقول لك بصراحة هذه العمليات وما حصلت في البدن العراقية منذ 2003 إلى اليوم تقوم بها أطراف متشددة خصوصا من جنسية غير الجنسية العراقية طيب الآن من إحدى الدلالات التي يتم الحديث عنها سيد نجم هي مسألة التصريحات الحكومية منذ استلام الكاظمي لسلطاته وبينه سيحصل السلاح بيد الدولة وانطلاق أيضا العمليات الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة وأيضا تصفية الميليشيات وغيرها من التصريحات الحكومية هل هذا التفجير اليوم يمكن اعتباره فشل لهذه العملية السياسية الأمنية في العراق وخصوصا بأنه كان هناك أيضا بعض كثير من السياسيين انتقدوا هذه الحملة الأمنية وانتقدوا تحركات الكاظمي لحصر السلاح في يد الدولة أنا أتفق معك فشلت كل القوى السياسية التي تتحدث والتي أعطت وعود كثيرا للناس والشعب العراقي لكن لم نرى شيء ملموس لكن هل أن الكاظمي سيستغل هذه الفرصة التاريخية من أجل المكاشفة وكشف كل الذين يملكون سلاحا ثقيلا لربما أكثر قوة وتطورا عن سلاح الدولة وتتقف معه كل القوى المجتمعية والقوى المرجعية في النجف الأشرف قبل أن يبدأ بهذه الصولة والجولة عليه أن يغير كثير من القيادات ليس قياد عمليات بغداد فقط وإنما كل العمليات وكل المناصب التي أنيطت للأحزاب من أجل المجاملات والمحابات حتى على دماء الناس وهذه فرصة على الكاظمي أن يستغلها ويستثمرها وسوف تقف معه كل الجماهير وكل المجتمع العراقي أيضا هناك دلالات أخرى خارجية يمكن تحدثت عنها سيد نجم ولكن سأدخل معك في تصريحات وزير الخارجية العراقي عندما أشار بأن الصراع الخليجي الإيراني ينعكس على الأرض العراقية وبأن العراق يحاول إيجاد علاقات جيدة ما بين الطرفين سواء الخليجي أو الإيراني وهناك البعض يتحدث بأن ما حدث لربما يكون رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة الالتفات إلى العراق في هذه المرحلة الحساسة كقضية مهمة في منطقة الشرق الأوسط هل يمكن اعتبار كل ما ذكرته صحيحا وبأن هناك من يريد إدارة البوصلة للإدارة الأمريكية إلى العراق في هذه المرحلة أنا أظن حكومة السيد الكاظمي وهذا ما تحدث به إثناء التكليف وإثناء التصويت على حكومته قال سوف نلعب دورا وسيطا معتدلا مع كل دول المنطقة سواء دول الخليج أو إيران أو تركيا أو الأردن أو سوريا وهذا ما يطمح به السيد الكاظمي واستطاع أن يكسب الجولة عندما انتزع فتيل الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية وهذا يسجل للسيد الكاظمي الأمر الآخر اليوم الصراع الأمريكي الإيراني ودخول داعش إلى الأراضي العراقية أنا أعتقد سيعيد العراق والمنطقة سيكون ساخنة بدخول تنظيمات داعش في أغلب الدول لكن لم تعود سنوات 2014 و15 في هذه الفترة لأن اليوم الحكومة العراقية هي جادة وجديدة وراشدة ورشيدة لبناء مستقبل جديد للدولة العراقية خصوصا بعد أن حددوا الانتخابات في شهر العاشر من هذا العام هل سيؤثر ما حدث اليوم سيد نجم على مسألة التحضيرات الحكومة للانتخابات المقبلة وهل أيضا سيؤثر على مساهمة هذه الخروقات في تحفيز واستعادة الخطابات الطائفية في العراق بعد أن شهدنا لربما بحسب البعض استقرار في هذه اللغة واستقرار أيضا على جميع المستويات تحديدا هذه العمليات النوعية التي يقوم بها سواء داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية يعني أولا العراق لم يعود مثل ما كان في السابق بسبب المواطن والعائلة العراقية تضررت كثيرا عندما لربما سكتت أو انسجمت مع الشعارات التنظيمية في 2014 وحتى قبل هذا العام النقطة الأخرى الانتخابات الآن تجرى لكن ماذا نحتاج؟ نحتاج إذا ثقة المواطن أو بين قوسين الناقب العراقي أولا أن يقتنع بالانتخابات ستكون نزيهة غير مزورة غير تستخدم بها الرعوب والسلاح والتهديد مثل ما حصلت في انتخابات السابقة والأمر الآخر أن يذهب المواطن بوعي جديد بتغيير الوجوه القديمة والأحزاب التي حكمت البلاد طيلة الفترات الماضية أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة كنت معنا من بغداد الكاتب المحلل السياسي سيد نجم القصاب شكرا جزيلا لك